الحد من هدر الطعام والحفاظ على البيئة وتحسين جودة الحياة أهداف دفع الدانا ورفاقها الطلاب في مجال الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات إلى إطلاق تطبيق يعمل بالذكاء الاصطناعي ويعتمد على التنبؤ بالاستهلاك وتحسين إدارة المخزون قدرنا أن نطلع بفكرة الأبليكيشن اسمه FoodSaver Connect الأبليكيشن ده بيساعد في تقليل هدر الطعام بأننا نساعد المنازل لأنها نعمل لهم خط غزائية كاملة نقدر نقول لهم المنتجات التي اشتروها وكمياتها قدية على حسب احتياج البيت وفي نفس الوقت نقدر أن نوصل ما بين المطاعم والأوتلات وبين الجمعيات علشان الأكل الفايت في آخر اليوم يقدروا يدول الجمعات بنسبة صغيرة من السعر ولتطوير تقنيات التطبيق وفق احتياجات المستفيدين من الأفراد والمؤسسات يتجول أفراد الفريق ميدانيا لشرح خدمات التطبيق الذكي والتعرف على التجارب الشخصية لأصحاب المطاعم وربات المنازل في ترشيد الكميات الإضافية من الأكل ومحاولات التخلص من فائض الطعام يوميا ساعات بننزل نشتري احتياجاتنا من جل ما نبقى منركزين نحو ثلاثين في المئة من الإنتاج الكلية كل خطوات التداول كلها ابتداء من المزرعة والتخزين والنقل لغاية الشلف بتاع السوبر ماركت والشلف في التلاجة نفسها كل دي حلقات رائعة من ميز اللوصز بتكنولوجي فإذا برامج الزكاء الصناعي ممكن تسهم مساهمة فعالة جدا في معظمة العائد الزراعي تقليل الفاقد على مستوى مراحل التداول كلها منظمة الأخذيات والزراعة للأمم المتحدة الفاوة قالت في تقارير حديثة إن متوسط حجم الهدر الغدائي للفرد الواحد في مصر يبلغ حوالي 91 كيلو جراما من الطعام سنويا مما يتسبب في أضرار وخيمة على الاقتصاد والبيئة خطوات بسيطة عبر تطبيقات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تساهم في الحد من هدر الطعام ولكن يبقى الأهم وفق خبراء هو تغيير ثقافة الاستهلاك من أجل الحفاظ على الموارد ومواجهة أزمتي المناخ والغذاء الملحتين أميرة جدلة الحرة القاهرة